بتنظيم من مجموعة رسل الرحمة الإلهية أقامت رعية بيت لحم ساعة السجود في كنيسة القديس فرنسيس تلاها قداس إلهي إكراما لقلب يسوع الأقدس وعلانية المرضى والمنتقلين إلى رجاء القيامة ترأس القداس سيادة المطران وليام الشوملي والأبرام عساكرية وفي عضتي تحدث المطران الشوملي عن أهمية الصدق في حياتنا انطلاقا من الإنجيل المقدس مشيرا إلى أن يحن المعمدان كان صادقا بقول الحقيقة ولهذا تم قطع رأسه ودع سيادته لأن نكون صادقين برغم ما تحمله الحياة لنا من الألام والمصاعب واختتم القداس بمنح بركة الأب السماوي وشركة الروح القدس للمؤمنين